السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في محاضرة جديدة نتحدث فيها عن الضمير المستتر الضمير المستتر وقلنا قد تعرفنا قبل ذلك وتحدثنا عن تعريف الضمير المستتر اليوم نتحدث عن أقسام الضمير المستتر الضمير المستتر إما أن يكون واجبا للستار وإما أن يكون جائزا للستار ما معنى واجب للستار؟ أي أنه لا يصح أن يظهر أبدا وإن ظهر فليس على أنه فاعل لا يكون فاعلا جائز للستار أي يجوز أن يظهر ويجوز أن يستتر هنا التعريف أو التوضيح المقصود بواجب للستار الضمير الواجب للستار تعريفه عند النحا مختفي هو مختفي في اللغة الاسم مستتر يعني مختفي أما عند النحا هو ما لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بالعامل على أنه يرتفع بالعامل يعني يكون فاعلا مثل قولك أقوم بواجبي من الذي يقوم بواجبي أنا؟ تقديره إيه؟ أنا ضمير مستر وجوبا فالفاعل هنا ضمير مستر وجوبا تقديره ماذا؟ تقديره أنا وهذا الضمير لا يجوز لا يحل مطلقا أن يحل محله اسم ظاهر نعرف هنا التعريف نوضح التعريف فلا تقول مثلا أقوم خالد أتحدث عن نفسي أقوم حانفي مثلا أقوم محمد لا يصح هذا خطأ في اللغة هذا خطأ لغة لا يصح ولا ضمير منفصل فلا تقول أقوم أنا على أننا كلمة أنا هنا فاعل لا لا يصح أن تكون فاعلا أبدا بل يجوز على أنها توكيد لهذا الضمير المستر أي الذي لا يظهر أبدا في هذه الحالة يبقى تعريف الضمير المستر وجوبا هو ما لا يحل محله اسم ظاهر فلا يصح أن تقول أقوم خالد أقوم محمد ولا ضمير منفصل على أنه فاعل مثل أقوم أنا على أن أنا فاعل لا يجوز هذا في حالة واحدة أن يكون توكيدا للضمير المستر وجوبا تقدره أنا وليس على أنه فاعل قاعدة مهمة قاعدة مهمة تحتاجها كثيرا وتفسر لنا ما سنشرحه في بقية هذه المحاضرة متى يكون الضمير مستترا وجوبا ومتى يكون مستترا جوازا إذا دل الضمير على حضور أو على حاضر فهو واجب الاستتار وإذا دل على غائب فهو مستتر جوازا أو جائز الاستتار يعني مهي الكلام هذا إذا الضمير الفاعل هذا الاستتار لا يختص إلا بضمير الفاعل إذا دل على حاضر مثل أشرح أي أنا فهو لا يصح أن يظهر أبدا على أنه فاعل وإذا دل على غائب مثل نجح محمد مثل قولك محمد نجح أي هو دل على غائب فهو جائز الاستتار ولكل من الضمير الواجب الاستتار والجائز الاستتار مواضع يكون فيها دل على الغياب ومواضع يكون دل على الحضور نفصلها إن شاء الله تعالى الآن يكون الضمير واجب الاستتار أو مستتر نجوبا دالا على غائب يعني بصيغة أخرى القاعدة التي ذكرتها لك منذ قليل يعني تلخص لك ما نفصله من نقاط الآن فكل النقاط الآتية التي سأشرحها الآن يكون فيها الفاعل دالا على غائب متى بعد فعل الأمر للمفرد المذكر كقول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم أي أنت هنا تقديره إيه؟ أنت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموضع الأول بعد الفعل الأمر المسند للمفرد المذكر الموضع الثاني بعد الفعل المضارع المبدوء بالهمزة للمتكلم تقول كقول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله أفوض أي أنا هنا تقديره إيه أنا أنا وأنت دلت على حضور أنا أتحدث عن نفسي وأنت أخطبك أمامي بعد الفعل المضارع الذي في أوله نون أو الذي يبدأ بنون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص من الذي نقص أي نحن تعظيما هنا سبحانه وتعالى تقديره هنا نحن لا يصح أن يجب دل على حضور يبقى معذرة لا يصح أن يظهر لأنه هنا دل على حضور فهو مستتر وشوبا الموضع الرابع الذي يجب فيه استطار الضمير لا يظهر فيها أبدا على أنه فاعل بعد الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب للواحد للمفرد كقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء تؤتي أي أنت يا الله من تشاء أي أنت يا الله حضور دل الفائل على حضور فهو مستتر وشوبا كذلك مع اسم فعل الأمر كقولك كقولك صح أي يسكت و صح مستتر تقدره أي إيه أي أنت نزال أي أنت تعالى أنت كذلك مع اسم الفعل المضارع كقول الله تعالى فلا تقل لهما أف أف بمعنى من بمعنى ماذا ما معنىها بمعنى أتضجر بمعنى إيه أتضجر من الذي يتضجر أنا تقديره إيه تقديره أنا من الذي يتضجر أنا وأنا دال على إيه دال على حضور فالضمير هنا مستتر ماذا مستتر وجوبا لأنه دال على حضور مع فعل التعجب كقولك ما أحسن الصدق ما أحسن الصدق الصدق أي شيء جعل الصدق موجود الآن معنا جعل الصدق إيه حسن موجود الآن فضل على حضور بعد أفعال الاستثناء خاصة خلا وعدا ولا يكون خلا وعدا وحشا ولا يكون كقولك حضر الضيوف خلا محمدا خلا بمعنى أستثني أي أستثني من اللي بيستثني أنا اللي أستثني أنا أستثني أستثني محمدا أستث ني محمدا هنا أستثني محمدا طيب لو أننا حلفنا خلا وقلنا عدا نفس الكلام حضر الطيوف الضيوف عدا محمدا أو ما عدا محمدا فهي هنا الفاعل مستتر وجوبا أي أستثني محمدا لا يكون محمدا أي أستثني إيه محمدة يبقى عندنا من المواضع ثمانية يستتر فيها الضمير وجوبا لأنه دال على حضور هي مع فعل الاستثناء مع فعل التعجب مع اسم الفعل المضارع مع اسم الفعل الأمر مع الفعل المضارع الذي في أول هتاء مع الفعل المضارع الذي أوله نون مع الفعل المضارع الذي أوله همزة مع الفعل الأمر المفرد المسند للمفرد المذكر وبذلك نكون امتهينا من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا فإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن استتار الضمير جوازا